عودة مجددة مشاهدين الكرام لإكمال حلقة انتصارات اكتوبر هذه الملحمة العظيمة التي بقيت خالدة على مر العوام والسنين وتتجدد في كل عام مع سيادة اللواء علي حفظي سيادة اللواء نتحدث عن هذه الانتصارات الكبيرة حقيقة في مفارقات يمكن سمعنا عنها كتبت ودونت عبد طريق الإعلام هناك حرب إعلامية كانت أيضا مهمة لإهام العدو بأن هناك أزمة في مصر مصر غير قادرة على القتال وهناك إعلان بأن سوف تكون هناك مناورات عسكرية لتجربة بعض المعدات العسكرية في أماكن وكانت هذه الخطة هي خطة بمثابة خطة كبيرة وأوهمت العدو بأن مصر لن تخوض حرب في هذا الوقت وبدأت في تقديس المواد الغذائية وتهيئت كل هذه الظروف كيف كانت معطيات دور الإعلام في إهام العدو وتكون معركة إعلامية كبيرة أيضا بجانب المعركة العسكرية هي كانت منظومة الحقيقة كانت طبعا الإعلام لي دور كبير فيها لكن هي كانت منظومة دي بقى أطلق عليها كلمة الذكاء المصري أو المعركة الفكرية خطة الخدال الستراتيجي اللي نجحت في أنك تغدع جميع أجهزة مخابرات العالم بما فيها المخابرات الإسرائيلية والمخابرات الأمريكية حتى أنا يمكن هنري كيسينجر اللي كان وزير الخارجية الأمريكية ومسشار الأمن القومي هتعرف كده أن لغاية الأسبوع الأخير وأنا بسأل أجهزة المخابرات هل تتوقعوا أنه ممكن أن يبقى فيه معركة تم في القريب كل تقارير المخابرات اللي سواء كان الأمريكية أو الإسرائيلية الاتنين قالوا غير متوقعين مثلها ما تم فيه المعركة بتاعت 6 أكتوبر أعتقد المعركة الفكرية دي وطبعا لا بفيها الإعلام دور رئيسي أنما كانت منظومة بيشارك فيها نقول كيفية تنفيذ الخداع السياسي كيفية تنفيذ الخداع العسكري كيفية تنفيذ الخداع الاجتماعي لطريقة أن يمكن البعض كان يقول لك إحنا طالعين للعمرة وطالعين صحيح مش عارف زيارات خارجية وجاي لنا وزير من الخارج وزير الدفاع مش عارف الروماني أو بتاع رومانيا جاي يزور مصر في التوئيد فيعني ودي النقطة اللي بتوصل لنا الرسالة من خلال سؤال حضرتك الحقيقة مهمة قوي بقى إن إحنا لما نيجي نعمل أي حاجة لازم تتم في شكل إيه منظومة عمل كل مننا كيف أستطيع أن يقوم بدوره في هذه المنظومة فنتيجة وكان الحقيقة رحمة الله عليها الدكتور عبدالقادر حاتم كان لدور كبير في الأعلام كان وزير الأعلام أو تنظيم هذه المنظومة الحقيقة فبعتقد أن كان لها دور رئيسي جدا لأن تسمحوا لي حضراتكم يعني تفضل سياتي في نقطةهم هم مين أوي ودول يمكن ما حدش بتطرق ليهم فيما يتعلق لما نتكلم على ملحمة أكتوبر النقطة الأولى وهي أنك كيف توظف الإمكانيات المحدودة الدفاعية الموجودة لديك لكي تحقق هدف يتطلب إمكانيات هجومية يعني للمعادلة الصعبة دي و لازم نبقى فاهمين كده أن الروس عايزيننا نحارب أو السوبيت مش عايزيننا نحارب ولا الأمريكان عايزيننا نحارب عايزين الحال يبقى على ما هو عليه فدي بقول إمكانيات عظيمة جدا في الجزئية اللي هدريك بتقولها دي إن كان لديهم شعور إن الإمكانيات اللي عندنا لن تمكننا من نحن أن نقوم بمثل هذه العملية لإن ما عندكش سلاح حجومي وعند لا صواريخ ولا طائرات بعيدة المادة تستطيعا تؤثر على الجانب المعادي و في نفس الوقت الإمكانيات الأسلحة اللي عندها كلها أسلحة دفاعية النقطة الثانية المهمة قوي و دي أجب كلنا أن نبقى فهمينها كويس الجانب المعادي لنا لديه في العقيدة إن بمجرد ما يستشعر الخطر هو اللي بيبتدي يعني هي دي نقطة مهمة فكان عامل السرية كيف نستطيع أن نحافظ على السرية عايزة أقول لحضرتك كواقعة برد أنا كنت بشتقل في ذلك الوقت في إدارة المخابرات الحربية والإسلام مسؤول عن خلف خطوط العدل تمام مش عارف إن الحرب هتبتدي متعرق سرية عالية يعني حتى سرية جوه الجيش نفسه وقوات المسلحة يعني مش كل الوحدات ليه؟ لأن الجانب المعادي بتاعنا لو استشعر إن كنتي كنت حتنفذي العملية دي في اليوم ده أو في التوقيت ده يبدأ بالهجوم يبدأ هو بالضربة بتاعته فكان لو ابتدى هو الضربة كان التأثير حيبا مختلف طبعا نحن تحقيق المفاجأة بيحقق نتائج مختلفة شكرا